بس أنا عايز أقول لك ميزة إنك تعيش في دولة زي مصر ميزة إنك تعيش في دولة زي مصر إن مش هيفوتك حاجة ما تلاقش خالص يعني يعني صدقني والله العظيم إحنا بس إيه إحنا إحنا مفعول به يعني إيه مفعول به يعني العالم بره يتقدم فإحنا نتطور نتطور في إيه بقى؟ هيدا السؤال نتطور في الموبايل كان الأول تليفون أرضي يبقى موبايل نتطور في شكل العربيات نتطور ممكن في شكل البيوت بتاعتنا لكن الأحداث السياسية هي هي واحدة أنا أديك دليل على كده عزيزي المشاهد وإنت قاعد في بيتك دلوقتي وإنت قاعد على الكنبة وإنت ممدد وإنت على السرير أي أن كان وضعك أو وضعك حتى لو بتتفرج في موبايل وإنت ماشي في عربية أنا هاخدك من إيدك وإديك كم سنة وراء لسنة ألف تسعمية آه تسعمية ما تقلقش ألف تسعمية سبعة وثمانين زي اللي ومين دول سنة ألف تسعمية سبعة وثمانين إيه بقى زي اللي ومين دول لا لا مش إحنا في شهر سبتمبر؟ يا تقريبا تقريبا تمشي عزيزي المشاهد المصري والعربي اسمح لي أخذك في زيارة المصر في يوم خمسة أكتوبر سنة ألف تسعمية تمانية وسبعين أوكي اللي أنا هقوله لك ده أنا عملته كده بسرعة على عجل يعني مجود فردي لكن أوكي يعني لو حصل فيه وقعة هنلمها سوا مع بعض دلوقتي في سنة في يوم خمسة أكتوبر ألف تسعمية تمانية وسبعين سبعة وتمانين سبعة وتمانين سبعة وتمانين ها؟ حصل استفتاء على الرئيس مبارك فأنا هنروح بقى سوا دلوقتي مع بعض عزيزة المشاهدة حتى لو سن خمستاشر سنة وهنروح سوا جولة في مصر كلها سنة ألف تسعمية سبعة وتمانين تحديدا يوم خمسة أكتوبر يوم خمسة أكتوبر كانت استفتاء على الرئيس مبارك استفتاء مش انتخابات ها؟ استفتاء يعني فيش حد قدامه نعم ولا لا صورة حسين مبارك كده منورة كده زي النجفة وتخش تقول نعم ولا تخش تقول لا وسواء قلت أو نعم أو لا انت ملكش أي دور انت ملكش لازم أصلا انت دورك جسة جسة قدام اللاجنة نعمل بيك مشهد كده منظر وخلاص أوكي وعلى فكرة احنا عارفين من الأول وانت عارف وهم عارفين احنا دلوقتي قاعدين كلنا دلوقتي قدام التلفزيون وقدام الموبايلات وقدام الايباد والحاجات دي بنتفرج على المصريين سنة 87 هكذا ستفعل معنا الأجيال بعد 20 سنة حازر من خطوتك اللي بتعملها دلوقتي لان احنا هنقعد دلوقتي نتفرج على الأجيال اللي كانت قابلنا اللي أنا كنت منهم سنة 87 أوكي جاهز استعد اربط الأحزمة امسك عصابك شوية يوم 5 أكتوبر استفتاء على الرئاس على رئاسة حسين مبارك موافق ان حسين مبارك رئيسا لمصر ولا مش موافق قول اللي انت عايز تقول مش مش خصتنا يعني لكن انت موافق ومن قبل ما توافق انت من قبل ما تصحى من النوم انت بتقول نعم أوكي نبدأ نبدأ هناخد أهم جريدة لانه مصر وقتها ما كانش فيها غير الأهرام والوافد والأهالي وجريدة حزب العمل اللي هي كانت الجريدة الشعب يعني شوية جرائد بسيطة قوي كده لكن أهم والجرائد التانية دي الوافد والأهالي دي كانت مكروهة يعني كان اللي بيكتبوا في الجرائد دي بيتهموا بأنهم سوري أنا آسف في اللفظة شواز خوانة ممولين عملة أنا ممكن أجيب لك مقال دلوقتي للأستاذ حسين عبد الرازق في الأهالي وهو في سنة 87 بيتكلم على أن الرئيس سنة 83 أن الرئيس أنور السادات وصف كل اللي بيتعامله مع الجريدة الأهالي سنة 83 الرئيس المبارك أو صحفين بينهم خوانة شواز عملة أعداء الوطن ده مقال لسعيدة لحسين عبد الرازق في الأهالي سنة 83 سنة 87 بدأنا بقى ناخد بقى جريدة الأهرام الأهرام حصل لا سيبك من دي أول صفحة دي لأنه طلقبت معي لأنه يعيني ما حضرش حصل أول واحدة مبارك يدعو المواطنين كل المواطنين للإدلاء لكل مواطن للإدلاء بصوتي أيها هي اللي قبل دي اللي قبل دي اللي قبل دي اللي انت حدث قبل دي مبارك يدعو كل مواطن للإدلاء طبعا هو دي هي دي بالضبط هي دي برفع عليك بص بقى حضرات كلمة من الرئيس إلى بمناسبة استفتاء وذكر أكتوبر الرئيس بص بقى اللي في الجانب كده إبراهيم نافع بيقول إيه بقى عيد المشاركة والمسؤولية إعلان نتيجة الاستفتاء ظهر الغد خلاص حد كده عادي إيه المشكلة يعني عادي طبيعي جدا ناخد بقى إيه الصفحة رقم اتنين إقبال يوم 6 أكتوبر حصل بقى إقبال جماهيري غير مسبوق غير مسبوق على الاستفتاء لتجديد رئاسة مبارك بص وصور بقى إيه الشعوب كلها والدنيا إبراهيم نافع على الجنب كده كاتب إيه التكليف والعهد وقادي صورة السيدة قرنة الرئيس هي بتحط صوتها السيدة السيدة المبارك وهنبدأ دلوقتي فرز الأصوات بدأ أمس ده بقى 6 أكتوبر ده السيدة بتاقي 5 أكتوبر ده 6 أكتوبر معلش هنطول مع بعض شوه عشان نتفرج على إن الدنيا كانت بمبي والحياة كان لونها بمبي قبل بقى الحقيقة كل ده هنلاقي يوم في نفس اليوم 6 أكتوبر هنلاقي مقال الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي اللي كتب الحسين سائرا واللي كتب الأرض رواية الأرض وهو بيقول نعم من أجل الاستقرار في الأهرام كده رسمي نعم من أجل الاستقرار الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي من أجل الحرية والعدل بص تحته هتلاقي بقال كده رجب البنة بيقول نقطار سيادة القانون رأي الأهرام في البوكس اللي فوق ده هتلاقيه استفتاء الضمائر تحت الأستاذ مرسي عطالله اللي لسه موجود تقريبا بيكاتب بيقول الرجل ورصيد الممارسة كله عن حس مبارك احنا كل دلوقتي ايه الوجه الآخر لمباية مبارك نعم مشاركون لا متفرجون فقط بوكس تحت كده جنب الإعلان اللي تحت عن المؤولين العرب بوكس تحت يقول لك ههو الوجه الآخر حاجة جنب ده جد الأهرام الاقتصادي كان مطلع عدد خلي نفس الورقة الأهرام الاقتصادي تحت على الشمال وانت قد على الكنبة مبارك لمصر ماذا تريد من مبارك وماذا يريد من الشعب مبارك والتوازن السياسي العدد كله عن مبارك تحت تحت على ايدك الشمال تحت خالص وانت قبل ما تخش على المطبخ على طوب بتاعك نخش بقى على الصفحة رقم خمسة اللي هو الناس قالت لمبارك نعم او يعني ادلاء كل مواطن بصوته في الاستفتاء ده كان يومها يعني اننا اخترنا الديمقراطية ده مبارك بقى طلع عال اني الحشود دي اللي خرجت دي دي يعني تعني اننا اخترنا الديمقراطية اين الديمقراطية في الموضوع اوعة تسألني دي اباح لكن بص بقى حضرتك صحيفة الرياض السعودية بتقول دولة وزعين كبير بص بقى حضرتك الاعلانات بقى بص التأييد بص شركة السويس للملابس نعم لمبارك الشركة العربية للكابلات نعم لمبارك ام لطفي نعم لمبارك وابو لطفي كمان واخت لطفي نخش على صفحة رقم 6 معلش ده برضو بحث كده سريع والله والوقت كان داق جدا كنت بعمل ده على جري على عجلة هنلاقي اي نص صفحة في الاهرام قصد كريم بيومي بيقول نعم لمبارك وصورة مبارك اهو اتفضل وتحتها الرجل بيومي سيد حسن مسعود صاحب معارض ومصانع قاصد كريم موبليات طبعا انتو الحاجات دي كانت قديمة جدا واجيال تعال بقى نشوف صفحة 7 الاهرام افرد يوم 5 يوم 6 ويوم 7 افرد صور ليه الاحتفالات اللي الناس نزلت اللجان نزلت انت اتفرج على المصريين اتفرج نهر من البشر يتضفق على 33000 لجنة استفتاء في كل مصر شايف واجيبين لك بقى واسيس وشيخ تحتهم في اسيس اهو امسك يا ولا في اسيس هناك اهو وفي شخف اهو اقفش يا ولا في شيخ فهو اهو بلبسنا الدرس اهو اهو والله في السورة رقم ثلاثة فوق بس الاسيس يعيني يحطوه تحت اهو عشان يقولك انه يحيى الهلاف لان مع الصليف في الاستفتاء وستات بتزغرت برضو برضو وراجل عجوز يعيني السورة اللي في النص هو راجل عجوز مسندينه تعالي احاج نفس اللي بيحصل فيش حاجة جديدة يا حضرات يا اصدقاء الذين يعبرونا الميدان مترقين يا اخي حرام عليك هي هي طول بالك بس ده انا جايلك ده انا جايلك ده انا هروائك دلوقتي انت كأنك عشت سنة آآ تمانية وسبعين سبعة وثمانين سوري سبعة وثمانين في ايه بقى بيحصل بيحصل ان الفنانين لازم بينزلوا اللجان ولا ايه نروح نشوف الفنانين نزلوا في اللجان ايه فنشوف دلوقتي الاهرام في وراء من وراء في اخر صفحة الفنانون امام صناديق الاستفتاء الاستاذ محمود المليجي والملحن الكبير الاستاذ كمال الطويل وقادي صورة الاستاذ حسن الامام اللي ارحمه في النصة هي وقادي صور للأسات زي الفنانين وهم بيعرضوا بص الفنانين من اجل مبارك طب نزلنا نقول نعم ليه ما هو اذا كان خليها يا بيه خليها يا بيه خليش انا خليها هي خلي الصورة الفنانون من امام صناديق الاستفتاء ده صورة الاستاذ كمال الطويل هو اللي في الوش ثم الاستاذ محمود المليجي هو أو حدي زي شبهه تقريبا يعني وقادي الفنانين وقفينهم وقادي الأسازة تحته الفنانات كمان وحاجة جميلة جدا يعني زي ما انت شايف كده أو لو مش شايف برضو يوم ما نفعش يوم ستة نفوت من غير إعلانات فنشوف يوم ستة نص صفحة في الأهرام هيئة القطاع في الصناعة مبروك للشعب مصر سبعين ألف عامل في عيد ستة أكتوبر يهنقون حسن مبارك ما مش حد قدامه الرجل يعني اه دي الصورة قدام حضرتك طيب نشوف بقى سيبك من مبارك يا زور الحاجات دي لكن نكمل مع بعض اه دي صفحة الأهرام خالص يوم سبعة صفحة الأهرام اللي هي دي عشان ما تتوش مني اللي هي دي صفحة الأهرام كاملة هي محمد حسني مبارك على طريقة إعادة البناء من أجل مصر وكل الجنود مصطفون خوف القائد خلف القائد كلنا خلف القائد هل يجوز؟ بس يجوز ما يجوز ليه؟ وفي حد يسألك بص بقى برضو يوم سبعة نفس الأهرام يوم سبعة ما سبش صفحة يوم سبعة الصفحة دي عشان ما تدورش كتير ورايا يوم سبعة صفحة كاملة مبارك صفحة كاملة والله العظيم صفحة بالكامل مبارك يوم سبعة أكتوبر أيها هي دي هي دي وصورة الأستاذة تقريبا سمحها أيها بص أو تفضل مبارك ادهاله يا عم أنت تدعني أنا أنا عندي كتير أوه منك لو عايز أنا عندي برضو يوم سبعة هتلاقي يوم ستة نعم لمبارك نعم لمبارك يوم ستة وتلاقي بقى الشركات والهيئات والبنوك والأستاذة الشريفة الفضل كانت عاملة في كازين الليل برنامج كويس والله أنا ما روحت الساعتها يعني ما عرفش ليه لكن أهو هتلاقي الأستاذة الشريفة الفضل الإعلام بتاعها هنا كده ماشي تحت ايه في كازين الليل شايف ده يوم ستة أكتوبر أنا بس بجيب لك كده رفلي لأنه نيجي بقى لآخر صفحة يوم سبعة برضو يوم سبعة أكتوبر أدي آخر صفحة كلها حسن مبارك في الأهرام كلها كلها حسن مبارك أنا بقى هنا آه كله حسني وكله على كله لما تشوفه قل له المهم يعني طيب طلعت النتيجة ولا طلعت ايه بقى النتيجة تعال بقى نشوف النتيجة اجماع شعبي على تجديد رئاسة مبارك سبعة وتسعين في المية قالوا نعم ما طبعا ما طبعا يعني انت بتكلم في مين بتكلمنا أنا بتكلم في مين ده اجماع شعبي يا بي رجع ورايا رجع ورايا أنا بقولك أنا قاعد للجراهد ايه طب اللي أجمعه شعبي دول هتلاقي بقى بص وقالك ايه وزير الداخلية يعلن نتيجة الاستفتاء كم مليون حاجة وعشرين مليون وسبعمائة ألف شعر فيه قدل بص أصواتهم وبعدين تحته هو وزير الداخلية السيد اللواء وزير الداخلية بيعلن الجماهير إثبات على اللجان لتأييد المبارك تحت ايوة في البوكس اللي تحت ده سبك من العراق يهدد بضرب المدر الإيرانية أبو غزالة يشهد سبك من أبو غزالة وقرار السراد بالحرب كان تعبيرا عن قدرة المصري لكن شوف اللي موافقوش كم اتنين في المية شيرزمة قل أمارقة تقدب يا ولد قدام الرئيس يا ولد اتنين في المية غير موافقين اتنين في المية يعني ما يجوش عشرين ألف ما يجوش هو كان حاجة وعشرين مليون والرقم اللي فوق ده كم اللي في أول صفحة ده اللي هو مش عارفه قرارة من هنا اتناشر مليون قدلوا بأصواتهم يعني ما يجيش كم ما يجيش حاجة يعني بس الحمد لله لنا عدت لان احنا كنا مزنوين طب اللي قالوا نعم ده اللي قالوا نعم لإيه لحسن بارك خسيت سكلت كأمك قالوا نعم للاستقرار قالوا نعم للاستقرار احنا نحب الاستقرار احنا ناس ضد التغيير احنا السبات بنعشقه بنعشق السبات قالوا نعم للاستقرار وبالمرة خدوا معهم الديمقراطية وخدوا معهم التنمية والإنتاج ولا شفنا تنمية ولا إنتاج ولا شفنا ديمقراطية شفنا استقرار بس وبعدين طبعا بقى ده تحقيق صحفي محمد لطفيا وعملو عبد العزيز مش عارف مين والشريف صنبل واحسين فاتحي نزلوا بقى ايه عملوا تحقيق صحفي طيب ساعة الانتخابات كان فيه طبعا أنا متلغبط هنا هواريك بقى ما نفوتش يعني جيبنا أسيس وجيبنا شيخ وجيبنا فنانين تهون عليك أهون عليك برضو أهون عليك المرأة أين المرأة أهي زالش قوي أهي المرأة نزلت الانتخابات وقادلت بس وقالت ايه المرأة قالت ايه تعال بقى هنا كده المرأة قالت نعم للأب والأخ الكبير يا سيدي تحته في البوكس اللي تحت المرأة عنصر مهم في الدعاية للطغية أوكي من ساحل البحر الأحمر إلى بداية النهر الشعب خرج للوفاء في يوم الوفاء مواكب جماعية داخل 24 محافظة تزحف ما بيعرفوش يمشوا أصلي يعني إحنا من الزواحف تزحف إلى اللجان وزفة شعبية بالأناشيد وبالمزمار والخيول وبعدين الأستاذ ماهر داود عمل كريكاتير فوقه حسني مبارك بيسقي شجرة كبيرة فيها الديمقراطية طازة وفيها حاجات مورقة هي زي ما أنت شايف لكن تحت يمنا المرأة 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 تحت هي نعم للأب والأخ الكبير ده أنا أقوليك المرأة بتزغرة دلوقتي بص يا رئيس يوم 7 أكتوبر برضو طلعوا حسني مبارك بقى وبي احنا عادين نشوفه هو الرجل هو بيدلي بصوته فطلعوا بقى برضو جحافل للشعب المصري وتحته هنا صورة حسني مبارك وهو بيدلي أو بيدله بصوتي وقادي المرأة شايف البوكس التاني ده ده كله أمرأة لو أنت عايز شايف البوكس الأولي دي رجالة متحزمة بترقص زي الستات يعني كله إحنا بص كله إحنا مع بعض يا أولاد كده ما بنتغيرش وحتى الأهرام جوه سايب عليه أن نجيب صفحة تمانية يسيبها فاضية يعني هنحط فيه أخبار عالمية ليه ما نجيب صفحة تمانية نجيب بقى جماهير الشعب تؤكد تأييد اليوم لمبارك في صناديق الانتخابات اللي هي أيها هي دي هي الصفحة دي ماشي ونجيب برضو الجماهير ستقول نعم لمبارك ده أيها ركز بقى هنا فوق الصورة اللي في النصف فوق هتلاقي على الشمال لطفي اللي هو كان علي لطفي ورئيس الوزارة وثلاثة وزراء في الجيزة الجماهير ستقول اليوم نعم لمبارك علي لطفي ده كان رئيس وزارة في يام سودة زرقة زرقة لما خلص رئيس الوزارة بقى يشتغل إيه بقى بقى يشتغل الناس تعمل أفراح مثلا أنت هتجوز بينتك وعايز تتمنظر على أبو العروسة تروح تأجر علي لطفي والله يبقى بحذر انتوا حضرتوش اليوم الزرقة دي أنا حضرناها بقى مثلا أنا أهلي عايزي يتمنظروا على أهل العروسة فأهل العروسة جايبين الرئيس مجلس إدارة شركة نشعرف منشراح احنا هنجيب له بقى علي لطفي وعلي لطفي كان دايما نمشي بسبحة الناس القديمة زي الأستاذ سليم عزوز فاكر الكلام ده صحنا عيشنا اليوم دي بقى إيه جواها فطلع ان علي بي لطفي والناس الوزراء السابقين بيتأجروا في الفرح فيروح ايه يدفعوا لعلي لطفي مبلغ فيخش يسلم السيدة رئيس الوزارة يا يقرب العروسة أيوة يبقى ابن عمت خالة أبوها ويعملوا زي محمد عوض كده في فيلم البحث عن البعض يذهب لمقزون مرتبط بحث عن المتاعب ده اللي هو بقى بنت خالد جوزة عمتي والحاجات دي علي لطفي قريب مين بي يا جماعة ويخش رئيس الوزارة منظر بقى وبقى نجريت تسحى الصبح في صفحة الاجتماعيات الاجتماعيات تلاقي وقد حضر السيد علي لطفي فرح المهندس جمال أي كلام ده علي لطفي فهو علي لطفي كان بيقول يومها في صفحة تمانية يوم خمسة الجماهير ستقول نعم لمبارك احنا شفنا أيام يا جدعان برضو مش عايز احرمك ان شعب اسكندرية شارك شعب اسكندرية طلع شارك اهو فنعم الجراءات كلها يا ريس بصتك وتتجيب الجورنال تخسره لانك انت الجورنال مش تلاقي فيه غير حاجات دي ايام زرقة يوم الاستفتاءات ايام زرقة وفيه يوم تاني بقى ازرق منهم اللي هو على رأي الاخوة اللي بيين ايام كحلة ما يقولوش ايام سودة اللي بيين يقولك ايام كحلة ماشي يوم الاكحل التاني يوم ما يخطب حسن بارك تلاقي الجورنال انت اشتريت الجورنال بتاتة ساغ كله كلام حسن بارك لما قال ايه بص يا سيدي بقى في نفس اليوم يوم خمسة اللي هو كان يوم الانتخابات خرج علينا مسيرة فنانين اللي هو اليوم ده مسيرة فنانين وحسن بارك والحاجات دي ايش عارف ازاي والناس هاي زي ما انت شايف رامو هو الدولة الانشاءات رامو بتقول حاجات كتير اكيد مهمة شركة شينكو دي فلست واتكت على الله بدري بتأيد حسن بارك برضو وفيلم جنون المال ومحمد حسن بارك مبيعة من الاعماق للرئيس رضا ناشد سعيد بيشتغل ايه رضا قسم بالله ما عرف لكن هتلاقي في دايرة كده الاستاذ يوسف صبر ابو طالب لما كان محافظ القاهرة لما كان ماشي طيب نيجي بقى الايه احنا شفنا الاستاذ عبد الرحمن الشرقوي كاتب تأييد المباركة مش هيمنع برضو ندور في الاهرام كده فلقينا الاستاذ يوسف ادريس كاتب مقال ما في القصة في الاهرام برضو يوسف ادريس يوسف ادريس كاتب بيقول الشعب القوي هو الذي يغير وصورة حسن مبارك ونص الجورنال تحت نص الصفحة هتلاقي الشركة المصرية السعودية للاستثمار في ايه ما تسألنيش محمد حسن مبارك وهتلاقي الشركة المصرية الغازل وصوف والتكس الشركات دي خلاص اتبعت برضو بيعيدوا حسن مبارك هناخد اخر حاجة بقى شان ما طولش عليك قول طول لان احنا لسه بدناش الحلقة لحد الوقتي الصفحة دي الاستاذ ماهر داود يوم الانتخابات قالك ان احنا المصري في قاعدة لديكارت لديكارت كان بيقول انا افكر اذا انا موجود هو قلبها فقالك انا ادي بصوتي اذا انا موجود خلاص وتحت بقى هنلاقي اليوم على موعد مع حسن مبارك شمعدان مصر طهر القويري اوكي هي هي يعني انت بص لما خلصت بقى النتيجة والاستفتاء والحاجات دي لازم نجيب احنا جيبنا المرأة طبعا الاطفال ما لهمش لان الاطفال ما لهمش صوت جيبنا المرأة والعمال والفلاحين والقرى والنجوع وكل حاجة اخر حاجة بقى بقى حاجة ايه بقى وجيبنا الفنانين ما ننساش الفنانين اخر حاجة بقى نجيب ان العالم كله كان مستني ما ليه اصداء عالمية لنتيجة الاستفتاء اللي هو ده اصداء عالمية لنتيجة الاستفتاء اللي كان في مصر وهنا هتلاقي كده يقولك اصداء عربية وعالمية لفوز مبارك باغلبية ساحقة اجهزة الاعلام العالمية تؤكد حماس المصريين لتجديد رئاسة مبارك ضمانة اساسية هي دي للاستقرار بمصر والشركة الاوسط المعارضة في مصر ترى ان وجود مبارك ضمان لوجودها والمناخ الديمقراطي الحر يعني شوف يا رئيس حرمتك انا من حاجة دلوقتي حرمتك انا من حاجة اصداء عربية وعالمية وبعدين ايه هتلاقي بوضوع كله ما جيب لكش اي حاجة ايه صحيفة ايه مثلا لا واش مهم انت مهم انت هت انت هتوقع تدور المهم انك انت تلاقي اصداء عربية وعالمية على تجديد لحسن مبارك انت تمسك الجورنال تلاقي المنشت كده وبعدين الجمهير تحتشت بميدان عبدين تعبيرها مع نفراحاتها بفوز حسن مبارك تحت في الصورة اهو في نص الصفحة في النص كده جمهير القاهرة تحتشت بميدان عبدين امس باحتفالا على انها فازت ان حسن مبارك فاز لانه كانت معركة صعبة عزيزي المشاهد دي كانت رحلة سريعة يوم خمسة اكتوبر سنة الف تسعمية سبعة وثمانين فرقت ايه بقى ولا حاجة انت شايف فرقت ايه عن انتخابات عن استفتاء اربعتاشر اللي كانت كنبارس فيه حمدين ولا حاجة تب فرقت ايه عن استفتاء الفين وثمانتاشر اللي كانت كنبارس فيه موسى مصطفى موسى ولا حاجة تب هيفرق ايه بقى على اللي جاي ولا حاجة عايز اقولك ان الاهرام ما قالتش اللي قالوك كتاب ان كان المباحث امن الدولة اللي هي بقيت الامن الوطني دلوقتي بتحشد الناس وكانت المحافظين والنجوع والعمد في القرى كانوا بيحشد الناس عشان يروح الانتخابات وكان ايامها بطاقة الانتخابات بطاقة كرتون كده بني كان معايا واحدة منها زمان قوي اوكي ما كنتش يروح بيها يعني كنت روح تفرج يعني كنت غاوة تفرج كانت بتاعها كده وتتفتح كده يعني كده هو وكانوا يومها يجيبوا الميتين يعني الاثناشر مليون اللي هم قالوا عليهم دول نصهم ميتين والله العظيم والنص التاني ما راحش وكل كان قدام اللي جاني اللي انتو شفتهم دول دول كانوا ناس موظفين او بيروحوا بالفلوس بالكارتونة من زمان يا رايز احنا على العهد اتمنى تكون استمتعت وبالرحلة ليوم 5 اكتوبر سنة 87 يوم 5 و 6 و 7 اكتوبر وانت احكم بنفسك احكم بالعدل يا جاضي جدامك ما ظليم زي بتقوله اغنية فانتو عايزين الاجيال اللي جاية تقعد زي عادتنا دي بس هشوف فيديوهات بقى ويتحقوا علينا صدقني احنا دلوقتي جيبنا جرائد لان ما كانش فيه تصوير زمان ما كانش فيه كاميرات والحاجات دي كتيرة دلوقتي الاجيال اللي جاي بعد 20 سنة هتموت متضحك لما تتفرج على اللي بيحصل دلوقتي فانت استخبه عشان على اقل ما تبقاش شاركت في مهزلة وهذا اضعف الإبادة ترجمة نانسي قنقر